مازال الغموض يحيط بمصير الملياردير التنزاني محمد دوجي الذي اختطف يوم الخميس الماضي من أمام أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة الاقتصادية دار السلام أعلنت أسرة الملياردير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن جائزة مالية قدرها مليار شلن تنزاني ما يعادل 440 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على إنقاذه بالاتصال بالأرقام التي تظهر في هذه التغريدة ولكن من هو محمد دوجي بحسب مجلة فوربس المتخصصة بشؤون المال والأعمال ثروته تقدر بمليار ونصف المليار دولار ووصفته بأنه الملياردير الوحيد في تنزانيا بحسب المجلة فإن دوجي هو أصغر ملياردير سنا في أفريقيا كما يعد راعيا رئيسيا لأبرز أندية كرة القدم في تنزانيا وهو نادي سيمبا وتعهد في عام 2016 بالتبرع بنصف ثروته على الأقل لمشاريع ومؤسسات خيرية لازارو منبوساسا مفوض شؤون شرطة دار السلام عاصمة تنزانيا تحدث الإصحافيين عن عملية الاختطاف لا يوجد حتى الآن أخبار عن مكان وجود ديوي ما زلنا نبحث عنه وعن الأشخاص الذين اختطفوه هناك بعض الشائعات في الشوارع أن ديوي قد تم العثور عليه ولكن وفقا للبيان الرسمي من قوات الشرطة لا يزال ديوي في عداد المفقودين العملية هذه أثارت لدى فعل واسعة ماريات سهاية تقول الرجاء بيل جيتس مساعدتنا لجعل العالم يعرف أننا في تنزانيا نريد من الجنات إعادة محمد نحن نصلي وندعو بالعودة الآمنة لمحمد وتفق بذلك صورة له مع الملياردير بيل جيتس وكندي كندي يكتب أيضا إنه لأمر مؤلم للغاية ولا يمكن أن أتصور وضع عائلته صلوا لمحمد ولكن الشرطة حتى الآن اعتقلت ما يزيد عن عشرين شخصا يشتبه أنهم على صلة بواقعة الاختطاف كان مسلحون مقنعون قاموا باختطاف دوجي وأطلقوا الرصاصة في الهواء قبل أن يقودوا سيارة بعيدا وبصحبتهم طبعا الملياردير